لا يزال المتابعون للشأن السياسي الموريتاني يرقبون غياب التناغم بين التصريحات الرسمية المتكررة بخلو المعتقلات من سجناء الرأي والاعتقالات المتلاحقة التي يتعرض لها شباب حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة رغم قلة منتسبيها وتباعد خرجاتهم الاحتجاجية ففي وقت باكر من صباح الاثنين اعاد الامن اعتقال الناشطين بالحركة محمد العبد والسيد الطيب للمجتبى بعد ان افرج عنهما بكفالة نهاية الاسبوع الماضي الشرطة الموريتانية ابلغت الموقفين بالبدء في اجراءات احالتهما الى وكيل الجمهورية ساعات بعد تأكيد احدهما تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي على ايد عناصر امنية وتعهده بتقديم شكوى من معذبيه للمنظمات الحقوقية وامام المحاكم وكان الناشطان قد تعرض للتوقيف الاول مساء الخميس الماضي اثناء وقفة احتجاجية نظمت الحركة ضد الاغتصاب على اثر حادثة اغتصاب قيل ان احد عناصر التجمع العام لامن الطرق تورط فيها اللافت ان الاحتجاجات الشعبية التي يشارك فيها المئات وتصل في احاين كثيرة الى عتبة القصر الرئاسي يتم التعامل معها بلطف وينتدب لها مسؤولنا بالرئاسة ويتم تبريرها رسميا بجو الحرية الذي تنعم به البلاد بيد ان القمع والاعتقال وربما التعذيب يظل بالمرصاد لاي احتجاج شبابي سلمي منظم يقف خلفه الشباب المثقف كما يقول البعض ويرى المراقبون ان جرم حركة 25 فبراير الشبابي الوحيد انها باتت الاطار الابرز القادر على الصدع بقول لا في شوارع واكشوت ليرى فيها الامن نواتا قد تكبر وتخرج عن السيطرة فعمل على وعدها في المهد بحسب ذات المراقبين اشتركوا في القناة